السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت عشر شباط فبراير القمر اليوم موجود في برج الدلو ورح ينتقل لبرج الحوت القمر الآن موعد بث الحلقة موجود في برج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة واحدة واثنين واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بعد ظهر اليوم السبت لينتقل القمر بعدها لبرج الحوت ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة واحدة وخمس وعشرين دقيقة من بعد ظهر يوم الاثنين لينتقل القمر بعدها لبرج الحمل القمر الآن موجود في منزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة اثناش وتسع دقائق من بعد منتصف هاي الليلة الليلة هي ليلة الجمعة على السبت لينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي منزل للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في منزلة المقدم لغاية الساعة ثمانية وثمانية وعشرين دقيقة من مساء اليوم السبت لينتقل القمر بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزل الى الربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر القمر الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات ما بعد الظهر في برج الدلو فمعناته من ظل نشعر إن بحاجة ماسة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الوضعية أو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفاد منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة بيميل الأشخاص من حولا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة الشعر أو برضو جيد هاي الفترة لشراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وأيضا تجربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول حدث اللي هو قلو المسار قلو المسار اللي بدأ من مساء يوم الأمس الجمعة بدأ الساعة 10.58 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وحكينا أنه رح يظل مستمر حتى تمام الساعة 41.42 دقيقة من بعد ظهر اليوم السبت لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت يعني إحنا بفترة خلو مسار مستمرة لساعات ما بعد الظهر هذا بيعني أنه ما زالت الفترة هاي لغاية هذا الوقت لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في فترة خلو المسار في زاوية بطيئة رح تتشكل وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين عطارد وبين المشتري اليوم ذروتها الساعة وحدة و24 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتهدد بالقلق النفسي وبتزيد من ميننا للأخطاء في الحكم وإفشاء الأسرار اللي ممكن أنها تعرضنا لمشاكل مع العدالة اتجنبوا توقيع الوثائق المهمة وما تقوموا باستثمار أو مضاربات مالية لأنها ممكن تنتهي بدعاوى قضائية دولياً بتدل هاي الزاوية على توجه الصحافة ووسائل الإعلام لانتقاد السياسة المالية أو التجارية لبلد ما وممكن يتم فضح بعض الاختلاسات والتلاعبات في المؤسسات المالية والبنكية أو يتم انتقاد بعض القوانين والتشريعات الجديدة أو يتم بعض الكتاب ورجال الصحافة يعني لا اعتقال لهم أو يتعرضوا لبعض المضايقات أو للمقاضاء أمام العدالة كما أنه ممكن يكون في بعض الجدال حول بعض القضايا الدينية والعقدية بعد هاي الزاوية مباشرة اللي هي ساعة واحدة واثنين واربعين دقيقة بعد الظهر لأن القمر بيستقر في برج الحوت عشان هيك من ساعات ما بعد الظهر بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن في هذا الوقت منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة باتخاذ القرارات والبعض ممكن يتهرب من المسئولية أو من المواجهة والالتزام في بعض الأمور كثير من الأشخاص الخاسرين والفاشلين ممكن يعانوا خصوصا على المستوى العاطفي ممكن يعانوا من مشاكل في الحب ويدوروا ظهورهم ويذروا في الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن عملهم بسبب المرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت ممكن بعض الأشخاص يبدأوا علاقة حبة جديدة ويمكننا التأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى أو شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر عندنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما من ساعات ما بعد الظهر بصير عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية والغد الصنوبرية والإندروفين وهو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم هدول هم الأكثر حساسية خلال هذا اليوم فعشان هيك بدنا نوفر العناية الإضافية لإلها طبعا بما أنه خلو المسار في منطقة الشرق الأوسط لغاية ساعات بعد الظهر فما بنصح في خلو المسار إجراء العمليات الجراحية مهما كانت ولكن إلا إذا كانت اضطرارية فهي الأعضاء برضو اللي ذكرتها بأوقاتها لا تصلح نهائيا لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم إلا إذا كانت اضطرارية ولكن إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي نراجع الطبيب وأخذ العلاج أو الفحوصات ما في أي مشكلة أيضا هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة بدأنا بمرحلة أنه لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكن بفضل أنه برضو ما بعد انتهاء خلو المسار بالنسبة للقمر بما أنه استقر في برج الحوت خلو المسار القادم بيبدأ الساعة 12 و 31 دقيقة بعد ظهر يوم الاثنين وبيستمر حتى تمام الساعة 1 و 25 دقيقة بعد الظهر لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمره يوم في تمام الساعة 54 و 56 دقيقة صباحا عمره يومين نسبة الإضاءة 2% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 19-2 منتحسي بنسبة 10% الآن ساعة الصباح سعيدة بنسبة 30% القمر في الدلو بدي ينتقل للحوت زي ما حكينا ورح يضل في الحوت ليوم 12-2 سعيد الآن بنسبة 30% ساعة الصباح سعيد بنسبة 10% ساعات العصر منتحس بنسبة 10% عطارد في الدلو حتى يوم 23-2 منتحس بنسبة 50% الزهرة في الجدي حتى يوم 16-2 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 60% الآن ساعة الظهر سعيد بنسبة 30% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% ورنس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة ابترتاح لجانب الأصدقاء والزملاء حول تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحديين من الآن ولغاية ساعات الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم حذروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل مناسب الوقت هذا لغاية ساعات الظهر للأشخاص اللي بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم حذروا لعملكم بشكل جيد وما ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم أما من ساعات ما بعد الظهر بتلتقوا الأصدقاء حاذروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن تتطور للأسوأ برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة من الآن ولغاية ساعات الظهر بتنشطوا في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة وبتشعروا برغبة عالية في التفاهم مع أحباءكم اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بدي يستعد بشكل جيد أما من ساعات ما بعد الظهر بتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل ابتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية حاذروا من الاندفاع أو التهور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو قرض وممكن تتفحصوا حساب مشترك ولكن بتكتم تنعوا عن أي خطوة مالية جديدة أما في ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ولكن بتكن تنتبهوا أثناء السفر والتنقلات وتتفقدوا كل أوراقكم وأمتعتكم كما عليكم عدم التسرع أثناء القيادة والتنقلات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم ويظل الوقت لغاية ساعات الظهر مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهمي شنك ما تخالف القوانين وتمالك أعصابك المتوترة أما في ساعات ما بعد الظهر بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة لا داعي للمجازفات أو الإهمال في العمل لأنه ممكن تتعرضوا لمشاكل في العمل برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتكو تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لأي عمل جديد لأنه ممكن يتراكم العمل لديكم أو حاولوا أنكم ما تهملوا صحتكم من الآن ولغاية ساعات الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكو تحذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل برج الميزان بتظل العاطف قوي عندكم وبتميلوا للتقارب مع أحبائكم والتجاوب معكم وبتظل الفترة مناسبة لممارسة نشاط فني من الآن ولغاية ساعات الظهر ممكن تفرح لإنفراج ملموس ولكن بدك تحاذر من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أنه يمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب في ساعات بعد الظهر بتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة أو ممكن أنك تشعر ببعض التوتر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتكو تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم تنهمكوا في ضبط مصالحكم البيتية والعائلية ممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية أو المشاكل العائلية أو ظرف عائلي أما في ساعات ما بعد الظهر الأجواء بتصير إيجابية بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم من أحبائكم بيغلب عليكم طابع العنف والعصبية في بعض الأوقات وخاصة مع الحبيب أو الأولاد فعشان هيك عليكم الحذر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اللي بدي يتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد اليوم تتحرك بالنشاط عالي جدا من الآن ولغاية ساعات الظهر وممكن تقوم باتصالات واسعة أو تكثر عندك الاتصالات والتنقلات أما من ساعات بعد الظهر بتفضل الأجواء البيتية والعائلية ولكن حاول أنك ما تفتعل خلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه مزاجك حاد وسهل استفزازك برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد جنبوا شراء أي حاجية ثمينة من الآن ولغاية ساعات الظهر خففوا من النفقات لأنها فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة أما في ساعات بعد الظهر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبتكونوا شوي عدوانيين وهذا يعني ممكن بسبب مزاجك وممكن يسبب لك مزاجك أيضا خلاف أو سوء تفاهم عليك الحذر أثناء السفر والتنقلات وقيادة السيارات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم في نشاط عالي ما زال موجود لغاية ساعات الظهر مع هيك حولوا انكم ما تبادروا لأي عمل جديد بل وصلوا ما بدأتم به من قبل وما في داعي لتضخيم الأمور حول السيطرة على مزاجكم أما من ساعات ما بعد الظهر بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم من المحتمل أنه يعاني البعض منكم لمشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب بتعود للمال عشان هيك عليك تجنب التبذير برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بدو يظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الظهر فبتكونوا أكثر واقعية لأنه بتميلوا لتضخيم الصعوبات أو المشاكل اتجنبوا اتخاذ أي قرار حاسم أيضا أو أمور مهمة يعني اعمل بشكل روتيني بدون أي مبادرات أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود لكن بيكون مزاجكم سيء وبتكونوا قليلي الصبر وهذا شيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء